اسمح لي نستهل جولتنا النهاردة بمنشاة جريدة أخبار اليوم كتبه الزميل أحمد حمدي رئيس تحرير البرنامج ومحرّد شؤون رياسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم عن قمة الأشقاء حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة بمدينة العقباء الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبو ظبي ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات خاصة التجارية والاقتصادية فضلا عن تبادل وجهة النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي خاصة ما يتعلق بمواجهة داعيات وأثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة وذلك على النحو الذي يحافظ على الاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة أستاذ حسن قمة مهمة جدا في توقيت مهمة جدا لكن أنا حاوف عند الجملة الأخرانية بعد إذنك أنه اللقاء تناول التعاون خاصة التجارية والاقتصادية في ظل في مواجهة تدعيات وأثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة والتجارة إحنا شايفين الآن في شكل جديد في العالم تكتلات جديدة في العالم والشكل السياسي بيتغير وبالتالي بنجد أن الدول العربية الآن ومصر معناية بالدرجة الأولى بتقوم بتوحيد الصف العربي أو مش توحيد الصف العربي من ناحية السياسية فقط ولكن من ناحية الاقتصادية التكامل الاقتصادي العربي طبعا زي ما حدثت قلت أن القمة الربعية جاءت في توقيت مناسب جدا في ظل الظروف والتحديات اللي بتمر بها المنطقة طبعا كلنا نعلم تماما أن هناك تدعيات وأثار للحرب على أرض أوكرانيا وتأثيرها على السلعة في العالم خاصة الأمحة وأيضا تأثيرها المباشر على أسعار الطاقة لسه جاي لخبر سعر 5 برينت وصل 120 دولار لسه فبالتالي أنت أيضا في ظروف أخرى ما يجري في الخليج ما يجري من الحسيين في المنطقة ما يجري من تهديد إيراني أيضا إحياء جهود القضية الفلسطينية ففي الحقيقة مجموعة من التحديات وعلى رأسها أمن الخليج دي مهمة جدا في ظلها في ظل هذه التحديات تتطلب فعلا توحيد القوي أو تعزيز العمل العربي المشترك لأن احنا كنا بنفتقده في مرحلة من المراحل فبالتالي أنت عندك قضايا مهمة جدا كان من الضروري منقشتها وبحثها وهناك تطابق في وجهات النظر بين الأربعة وهناك تضامن بين الدول الأربعة في مواجهة التحديات وخاصة ما يتعلق بالأمن القوم العربي وأيضا التهديدات اللي بتواجهنا والتهديد الإيراني كل ده كان بيتطلب فعلا جلسة مهمة جدا قمة بين الأربعة وده مش أول مرة أنه حصل قبل كده وفي الحقيقة نقدر نقول أنه مصر تواجدها في المنطقة العربية مهمة جدا لأخذ وجهة نظرها لأن الخبرة اللي بتتمتع بها القيادة المصرية في مواجهة الأزمات بحكمة وصبر وعن طريق أيضا الثوابت اللي بتتمسك بها الدولة المصرية في السياسة الخارجية دي أنا أعتقد نقطة مهمة جدا لإحداث توازن وتقوية العمل العربي المشترك ففي الحقيقة أنا بعتقد أنه كان المؤتمر القمة أو القمة الربعية المصغرة دي جاءت في توقيتها في زل العالم بيموج بتحديات متعددة إحنا كمنطقة عربية عندنا تحديات متعددة مش تدعيات الحرب الأوكرانية بس لا وعندنا أيضا لابد من إيجاد حل للقضية الفلسطينية ولابد أيضا من تعزيز العمل العربي في مواجهة التحديات اللي بتتعرض والخطر اللي بتتعرض دي منطقة الخليج قد تكون مصر الحمد لله هي الوتد وهي رمانة الميزان وإحنا الحمد لله مصر صمدت أمام كافة التحديات ولكن العالم العادل لما العربي بسفة عامة محتاج إلى دعم الجهود المصرية خاصة التضامن العربي لمواجهة التحديات في منطقة الخليج في هذه الفترة بالتحديد وفي مواجهة التهديد الإيراني وفي مواجهة هجمات الحوسي على سواء منطقة الخليج أو تهديد أبنى البحر الأحمر أو ما يهدد المملكة العربية السعودية